متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة حقيقة النهاردة يعني شفت شركة freebeek منصة freebeek بتعلن عن VEO2 من جوجل جوجل ديب مايند هذا النموذج اللي تور من خلال جوجل ديب مايند واللي احنا مستنينه وبقالنا فترة كبيرة جدا مش عارفيني اكسيس عليه عشان نختبره في انتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي وفريبيك كانت عاملة مجاني انتاج 2 فيديوز باستخدام هذا الموضل من جوجل لأول 10.000 يوزرز طبعا انا دخلت علشان اجرب لقيت طبعا اكيد 10.000 يوزرز عدتهم طبعا يعني ما بقاش في فرصة ان انا اجربه ابدا يعني وبالتالي انا لقيت موقع تاني اسمه bolo.ai بيقول ايضا VEO بقى متاح ايضا لعملية try انا مش عارفة بصراحة هم متاح فين لان بنتها البساطة لما دخلت ايضا على bolo.ai لقيت هو بيقول لي try v o to below فلما لقيت هنا في drop down list لقيته مش موجود يعني مش موجود من دمن الموجودة او المتاحة ولكن انا بصراحة لقيت فرصة حلوة ان احنا اكلم عن bolo.ai لان انا عمري ما تكلمت عنه قبل كده واكتشفت بالصدفة وانا بدور على platform من خلالها انتج فيديوهات او اشوف انتاج الفيديوهات باستخدام v o two وده اللي خلاني ان انا اطلع اتكلم عنها النهاردة زائد اني لقيت ان الميزة في الخطة المجانية ان انت هتستخدم تين كريدت كل يوم up to one video up to two images one parallel task وبيبقى ليك كليم كده two points كل يوم ممكن انت تاخدهم فقلت طيب نجرب نشوف كده polo.ai ايه الاخبار فلو رحنا على polo.ai عشان اجرب الموضل بتاع polo.ai هروح لتاكستو فيديو هلاقي ان هو بيستخدم موضلز كتيرة جدا يعني انت لو دست على drop down list هتلاقي cling one point six وcling one point video في هايلو في لما AI بيستخدم موضلز كتيرة انا هنا عايز اجرب البولو one point five الموضل بتاعه نفسه وهنا حبتدي احط الامر الامر جايباه من شاجي بيتي وكن نكلمتكم في فيديو لوحده عن كتابة اوامر احترافية لانتاج فيديوهات بالذكاء الاصطناعي والفورمات بتاع الامر بيكون عامل ازاي وازاي تستخدم شاجي بيتيه عشان يعملك enhance وتحسين للامر وبيطلع لك فيديوهات احترافية وشوفنا الكلام ده مع بعض في فيديو سابق هنا انا حبتدي احط الامر وهستخدم بولو one point five وهخلي الاسبكت ريشو بتاعي 16 لتسعة وهنا بيستهلك التين كريدت سبتوي فالريدي التين بتوعي النهاردة هيخلصوا على الفيديو ده ولكن الموضوع يستاهل ان انا اشوف الفيديو بتاعي اخباره ايه هنا حبتدي ان انا ادوس create ونشوف النتيجة وبياخد وقت قد ايه حنشوف مع بعض دلوقتي الماجيك برومت انا كنت انفع عليه سايبا برضو يعني يبقى متفاعل هو بيتكلم عن cinematic scene لشخص في يعني middle age man وشخص اللي قاعد في living room بيشرب كوبية الشاي بتاعته هنا عدى اربعة في المية اعتقد انه هو مش هياخد وقت كبير اوي زي بعض المواقع الاخرى ولكن في كل الاحواد احنا بناكتشف مواقع جديدة وبنشوف النتيجة هرجع لكم مرة تانية بعد انتاج الفيديو باستخدام نموذج بولو one point five من موقع بولو دوت اي 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 الا احطي لك الرابط بتاعه في الوصف اسفل الفيديو تم انتاج الفيديو بتاعنا باستخدام بولو one point five اللي اعتقد هو ده VE O2 من جوجل مش عارفة بصراحة لان انا حواليك حاجة يعني محيراني يعني انا مسحتارة هل ده فعلا VE O2 ولو هو VE O2 هل هو جيد اوكي لفنجروم حلوة هو مسك الكوباية الكوباية معرف ότι الاول كانت عبارة عن اه يعني انق كده وبعدين انتحاول الكوباية في حاجة غلط هنا في الموظوع الوش مش واضح قويه الاي الفيديو بقية بتاعي بتاعت بقية كويسة يعني الارميتشير والويندو هو رياليستيج جدا ولكن هنا النقطة تزل evolify one point five هو عبارة green VE O ده انا مش عارفها وحقول لك ليه انا محتارة في الحتة دي يعني مش قادرة اعرف يعني لان لو احنا روحنا رجعنا مرة تانية كده لان انت لما هتروح للصفحة دي حيقول لك فلما اجي ادوس كده حبص الاقي ان انا ممكن ارفع صورة وممكن كمان اروح لتاكسة وامج واشوف النتيجة يعني يهمني اسمع رأيكم في التعليقات هل تعتقد ان بول وان بوينت فايف هو نفسه بيوتوب مش عارفة بصراحة ايضا لقيت برضو فيو تو تقريبا هو ده نموذج الخاص بجوجل موجود على فيل دوت اي اي حطلك الرابط في الوصف اسفل الفيديو لو انت عملت اكاونت عليه بيديك تقريبا انا هنا اعطاني وان بوينت سيفن زيرو دولار بعد كده طبعا بتضطر ان انت تشترك ولكن احنا عايزين نجرب فيو تو على البلاي جراوند احبتزي احط امري تاني اجرب بيو تو اللي موجود على فيا الافيلي اي اي وهنا بالنسبة الاديشونال اسفل انا هخلي الاسبكت ريشو على 16 3.9 الديوريشن لحد ايت سكند بس اعتقد ان هو هيكلف يعني هنا في الكريدت هياخد منه مش مهم انا عايزة اجرب وحبتدي ان انا ادوس ران ونشوف النتيجة وزي ما قلتلك ده كريدت مجاني وهو بiquementدهولك أصلاً فيه الـ .i لما أنت بتخش تسجل فيه بصوا بقى جمال النتيجة بصراحة أعتقد أنه هو ده VO2 يعني أعتقد أن ده VO2 لا يمكن تقول أن الفيديو ده ذا كاستناعي لا يمكن هنا أنا قلت له أديني detailed scene يعني يكون scene فيه تفاصيل عن وحدة سعيدة لبسة حجاب patterned الحجاب فيه يعني زي ما احنا شايفين مثلاً منقوش modest clothing stylish كل اللي أنا طلبته أعطهولي ولا يمكن ولا يمكن أعتقد أن أنت تقول على الفيديو ده ذا كاستناعي ده من وجهة نظري يعني وهنا في الآخر خالص ببتدي أعمل download وأعتقد أن مش هيكون فيه watermark عليه كمان هو تقريباً خد كله يعني تقريباً خد كل الكريدت يعني لأنه رجع تاني يعطاني minus 2.30 بالـ minus كمان أعتقد أن هو كمان خد كل الكريدت لكن إحنا جربنا VO2 أعتقد أن هو ده VO2 الأصلي النتيجة بتاعته كويسة وده فيديو برضو منتك به النتيجة بتاعته كويسة بيقول لك لكل five seconds يورو ريكوست will cost 2.5 دولار فـ every additional second 0.05 دولار كده إحنا كده استهلكنا كله كمان هم عايزين مننا كمان يعني كريدتس أو زي ما إحنا شايفين كتير قوي five seconds 2.5 دولار كتير كتير يعني من وجهة نظري ما عرفش أنت وجهة نظرك إيه بس كتير قوي أن أنا أعمل فيديو يستهلك لده كله إحنا كنا عايزين نشوف النتيجة الخاصة في VO2 أنا عجبتني جيدة جدا أتمنى تكونوا يعني إيه برضو عشتوا تجربة معايا نحن في انتظار بأنه هو يكون public على منصة جوجل ديب مايند بصراحة لأن إحنا منتظرين بأنه كتير قوي وأنا شايفة بصراحة أن بقية المواقع بتحسن جدا من جودتها ومن نفسها وفيه features كمان جديدة وصورة موجود للمشترك في الخطة المدفوعة بيستخدم شات جي بتي ويقدر يعمل فيديوهات كلينجي آي عندك هايلو ميني ماكس كلينجي آي ساعات بداية النسفة الفترة الأخيرة في موضوع الدخول بيكون عليه ضغط كتير أنت عندك هايلو اللي هو ميني ماكس ممتاز في مواقع كتيرة فأتمنى بقى أن جوجل تكون عملة إتاحة له هذا الموضل قريبا ويكون لنا كلنا أكساس عليه إن شاء الله بإذن الله ده بالنسبة للفيديو النهاردة تمنى أنكم استفدتم منه يعني تجربة جديدة دي أقول لك في نهاية كل فيديو مستش تعملوا سبسكرايب لقناة وتفعى على الجرس عشان يوصلك كل جديد ولا كنتم متابعين الأعزاء ما تنساش اللايك وشير وكومنت وضمتم فرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته